مارينا اجدير مشروع سياحي انجز على مساحة تفوق 14 هكتار 600 شقية توسطها من انترفيهية 187 منها تشكل فندقا للشقق السياحية ستديرها مجموعة اطلس اسفتاليتي بعد ان تم التوقيع على اتفاقية في هذا الاطار بين مجموعة اطلس اسفتاليتي المغرب ومجموعة اكوا اليوم تجتاز اطلس اسفتاليتي مرحلة جديدة في برمامج تنمية استثماراتها حيث سنعمل على مضاعفة التقل السعبية لفنادقنا ببلوغ 8000 سرير و10000 خلال الخمس سنوات القادمة وعلى المدى القريب سيمكننا مشروع المارينا من التوفر على 800 سرير جديد الفندق اللي احنا اليوم بسطة التوقع عليه هو متكون تقريبا من 800 سرير مارينا اجدير سويت اللي هو من اقتراض خمس نجوم وايضا عندنا سين مرحلة ان شاء الله الرابعة له متكون من مركز تجاري مهم هو يعتبر كان اكبر مركز تجاري في المغرب ودائما في اطار برنامج اطلس اسفتاليتي الاستثماري في القطاع السياحي وقعت هذه الاخيرة مع مجموعة سوميد اتفاقية لاستغلال ثلاث وحدات سياحية بكل من تنجد البيضاء واجدير وانجاز فندق من سن في خمس نجوم بالرباط وبهذا البرنامج الاستثماري تكون اطلس اسفتاليتي التابع للخطوط الملافية المغربية تصدرت قائمة اكبر المجموعات الاستثمارية في المجال السياحي بالمغرب هذه الاتفاقية ستمكننا من المساهمة في تطوير علامة استثمارية وطنية من خلال تمكينها من بنية فندقية مهمة الشيء الذي سيكون له انعكاس ايجابي على مستوى استغلال وتدبير هذه البنية السياحية في ظرف حوالي 6 سنوات تمكنت اطلس اسفتاليتي من الرفع من عدد مؤسستها الفندقية من 2 الى 12 وحدة فندقية وفي برنامج الاستثماري التوفر على 37 فندقا في افق 2015